نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية شاملة على مدى يومين في عزبة رقم 8 والتابعة لمركز كافر سعد ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالة حارجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشعة عادية والسونار كما تم تنفيذ عدد من الندوات التطقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاق بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية كافر سعد والمركز المستهدف في مبادرة حياة كريمة الرئاسية في المرحلة الأولى منها طبعا القرية هنا بينطبق عليها معايير إقامة القوافل لأنها بتابع عن قارب مستشفى مركزي أكثر من 15 كيلو فبالتالي بينطبق عليها معايير إقامة القوافل قبل ما بننزل للقرية هنا بنراجع لآخر القفلة التي عملت في القرية عشان نشوف البيان الإحصائي من مركز المعلومات ونشوف إيه التخصصات الطبية اللي هنقدر نوفرها على مدار القفلة قبلت التذكرة والحمد لله وقبلونا كويس ودونا علاج وما دفعتش ولا تعريف أنا جيت القفلة الطبية هنا ولقيت المقابلة ما شاء الله كويسة ده كثرة أيمن بالواجب مع الكبير والزغير ده كثرة أيمن بالواجب